خلونا جماعة طيب نروح للتقرير وهذا التقرير هو بعنوان رسالة لمن يهمه الأمر تاني تقرير بعنوان رسالة لمن يهمه الأمر ايه اللي احنا بنحاول نوصله من هذا التقرير ان احنا بنقول من سنة 2011 بعيدة اقالة كابتن حسن شحاتة وتعيين بوب برادلي تمام قبل ما نتكلم فيه التفاصيل عايز بس اتكلم على المرال بتاع هذا التقرير هنقول هم البدربين الأجانب اللي تولوا مسئولية الإدارة الفنية لمنتخب مصر كانوا بياخدوا كام ووصلونا لإيه ونظراءهم كانوا بياخدوا كام ووصلونا لإيه نبدأ بوب برادلي بعد حسن كابتن حسن شحاتة تولى المسئولية إدارة منتخب المصري من 2011 لغاية 2013 الرجل ده كان بياخد كام وعلى فكرة الرجل ده كان مدير فني أنا شايفه من أفضل المدراء الفنيين الذين تولوا مسئولية منتخب مصري وكان قبل كده لو تفسكروا كاس العلم للقارات المنتخب مصري عمل فيه أداء ولا أروع مع كابتن حسن شحاتة ولعبنا تقريبا ماتش عمرنا مع البرازيل وماتش عمرنا مع إيطاليا وجنات غلبنا من منتخب الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا تلغبنا خمسة واحد حياة كده تقريبا يعني المدير الفني اللي كان بيماسك الإدارة الفنية للمنتخب الأمريكي هو كان بوب رادلي تمام؟ بعدما خرجنا من كاس العلم للقارات تعاقدنا مع بوب رادلي تمام؟ طيب الرجالة بيفكروا يقول ليه 3-0 طيب بوب رادلي من 2011 ل2013 كان بيتقاضى 486 ألف دولار احنا على فكرة حنرجع ليه السلايد ده يا شباب تاني ماشي؟ بس خلونا نقول بس دلوقتي مين المدراء الفنين الأجانب اللي تولوا مسئولية منتخب مصري من 2011 لغاية دلوقتي وكانوا بياخدوا كام؟ كلفوا خزينة اتحاد الكرة كام مليون دولار هكتور كوبر من 2015 ل2018 وده تقريبا أكتر مدرب عاش معنا هكتور كوبر كان بيتقاضى والأرقام دينا على فكرة الأفريج المتوسط ليه أنا بقول له الأفريج المتوسط عشان دي ممكن تكون الأرقام اللي بدءوا فيها يعني ده بداية التعاقد يعني مثلا واحد زي هكتور كوبر كان من ضمن العقد بتاعه إنه هو لو تم التأهل لكأس الأمم الأفريقية هيتقضى مش عارف فيه نسبة زيادة فيه الرتب بتاعه الشهري أو السنوي العقد بتاعه ولو تأهل لكأس العالم هيبقى فيه مكافأة وفيه زيادة فيه نسبة برسنتج يعني من العقد بتاعه وده اللي حصل فعلا فالأرقام اللي منجوه دينا أرقام تقريبية تمام؟ طيب هكتور كوبر كان بيتقاضى تقريبا مليون ونص دولار خفيير أجاري من 2018 ل2019 تقريبا برضو كان بيتقاضى مليون ونص دولار كارلوس كيروش من 2021-2022 كان بيتقاضى عن الفترة اللي هو كان فيها الرقم ده يا جماعة عايزين نتأكد منه ما اعتقدش كان 178 ألف دولار لأ الرقم ده عايزين نتأكد منه في الشهر تمام؟ مليون ونص في السنة هكتور كوبر مليون ونص في السنة خفير أجاري مليون ونص في السنة كارلوس كيروش 178 ألف دولار في الشهر روي فيتوريا من 2022-2024 كان بيتقاضى 2 مليون 160 ألف 2 مليون دولار و160 ألف تمام؟ دي الرواتب بتاعة مين؟ بتاعة المدراء الفنيين الأجانب اللي كانوا بيمرنوا منتخب المصري زي ما قلنا من 2011 لغاية حتى تاريخه نروح بقى للسلايد اللي بعدي نشوف مثلا في كأس العالم أو كأس الأمم الأفريقية مين اللي كان رويات المدربي منتخب نص في نهاية كأس الأمم في 2023 أنا كنت عايز ده آخر سلايد بس مش مشكلة طيب دول خلاص دول المدربين دول اللي هم المنتخبات بتاعتهم بتلعب دلوقتي في المربع الزهبي لكأس الأمم الأفريقية ميرسي فييه مدرب كود دي فور بيتقادة 60 ألف دولار سباستيان دي سابر مدرب كونجو الديموقراطية بيتقادة 25 ألف دولار طبعا اللي راتب دين في الشهر تمام؟ هوجو بروس مدرب جنوب أفريقيا بيتقادة 60 ألف دولار بيسيرو مدرب نيجيريا بيتقادة 75 ألف دولار معلش نقارن نرجع تاني معلش في السلايد اللي قابليها هو روي فيتوريا كان بيتقادة كام؟ 160 لما تيجي تقسمهم على الشهر شوف الفجوة الزمنية ما بين المدير الفني وما يتقاداه وما يحمله أو يتتحمله خزينة اتحاد الكرة المصري هو بين المدربين اللي المنتخبات بتاعتهم دلوقتي بتلعب في المربع الذهبي لكأس الأمم الأفريقية حلو حلو نرجع جماعة للسلايد اللي بعديها طيب احنا قلنا خلاص معلش نمشي للسلايد اللي بعديه احنا عندنا مدرب هيرفي رينارد هيرفي رينارد هو كان المدير الفني للمنتخب الزنبي الذي فاز ببطولة كأس الأمم الأفريقية صححوني يا شباب كانت تقريباً 2012 صحي كده 2013 كان 2013 مع سنة زنبيا كان بيتقادة كام يا جماعة عشر تلاف دولار عشر تلاف دولار شهرياً قارنوه بقى لو تفتكروا ببوب برادلي كان بيتقادة كام تمام؟ اللي بعديه هوجو بروس الكاميرون كاميرون فاز بكأس الأم الأفريقية سنة 2017 لو أنا فاكر وبرضو الشباب تصحح لي كان بيتقادة كام اتنين وعشرين ألف دولار شهرياً قارنوه بقى المدير الفني اللي كان ماسك ساعتها عندنا في مصر تمام؟ اللي بعديه جمال بالماضي الجزائر كان بيتقادة مئتين وثلاثين ألف دولار شهرياً وده أعتقد من أعلى المدربين الفنيين مقررةً بي عندنا في مصر اليو سي سي كان بيتقادة مئتين وثلاثين ألف دولار شهرياً أو أربعين أربعين ألف دولار أربعين هنا في خطة غلطة مطبعية مفيش مشاكل أربعين ألف دولار شهرياً شوفوا دول مين؟ دول المدراء الفنيين اللي فازوا مع المنتخبات بتاعتهم بكأس بكؤوس الأمم الأفريقية شوفوا يا جماعة إحنا دفعنا كام؟ وإندد أب والنتيجة إيه؟ وهم دفعوا كام؟ والنتيجة كانت إيه؟ وإحنا ما زلنا مصممين مصممين إن إحنا نسير في نفس الركب نسير في نفس المسار إحنا مصممين إحنا مش شايفين قدامنا إلا حل واحد نشيل ده ونحط ده بس تعشت منذ حل الحمد لله ومروح وخلاص إحنا كده هناخد كأس الأمم الأفريقية القادمة وحننافس على المربع الذهبي في كأس العالم 2080 يا جماعة هنيجي هنا ونعيد الكرة ثانية ثانية